الله أكبر فصائل المعارضة السورية في الجنوب باتت تتقدم في ريف درعة بعد سيطرتها على أجزاء كبيرة من مطار الثعل العسكري وقرية الدار المحاذية له في ريف السويدة في وقت ارتكب فيه أمس عناصر تابعين لجبهة النصرة مجزرة في قرية لوزا في جبل السماق في ريف إدلب بحق سكان المنطقة من الطائفة الدرزية راح ضحيتها 24 قتيلا على الأقل بعد مداهمة عدد من المنازل بحجة أنهم موالون للسلطات السورية واتهمهم بالكفر بعد مشادة تطورت إلى إطلاق النار حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان النظام السوري سعى حثيثا للترويج لنفسه كحام للأقليات معتمدا على رجال دين ومتحدثين لحجد طائفي تجاه المكونات الأخرى في أكثر من مناسبة على مدى سنوات خاصة في منطقة السويداء ودرع المتجاورتين ورغم محاولة النظام استمالة الدروز من خلال دعوته لهم الالتحاق بالخدمة في الجيش بمناطقهم فقد رفض الكثير من أهل السويداء هذه الدعوات وكان هناك أصوات متعاطفة وداعمة للثورة السورية اصحاب النفوس المريضة اللي منجرين ولا شوية فلوس تافها لا تودي ولا تجيب ارجعوا إلى ضمائركم واعتنقوا بندقيتكم وحطوا ايدكم في ايد اخوتكم السوريين اللي قايمين بالثورة لانجاز ثورتكم لاسترجاع حقكم لاسترجاع وطنكم ناطق باسم فصيل مسلح معارض في درعة قال توضيحا للتلميحات الطائفية التي يحاول موالون نظام ترسيخها ان هدف فصائل المعارضة في المعارك التي تخوضها منذ أيام شرق درعة هو استكمال السيطرة على المعاقل العسكرية للنظام في المحافظة نافيا ان تكون محافظة السويداء المجاورة ذات الغالبية الدرزية هدفا لتلك الفصائل التي بدأت معركة السيطرة على اللواء 52 التابع للنظام مطلع الاسبوع ولقت المجزرة الاخيرة بريف ادلب دعوة من السياسي الدرزي اللبناني وليج جنبلات للتهدئة والمصالحة مع اهل حوران وعقد الراية حسب تعبيره من اجل حماية انفسهم محملا سياسة بشار الاسد الفوضى التي وصلت اليها سوريا